الشماتة لما تيجي من صبية السوشيال ميديا من جماهير نادي الزمالك فهذا أمر عادي وطبيعي ولكن لما تيجي من مسؤول مرشح لانتخابات نادي الزمالك فهذه مصيبة كبرى تحياتي لكل إخوتي وأخواتي الأهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي إمان طبعا الشماتين في إمام عشور كسر وجماهير يعني مش إلي إلي ولكن هذا أمر عادي على الرغم أن ده اعتبر مرض لأن جماهير النادي الأهلي عمرها ما شامتت في أي حد حتى عبدالله السعيد اللي قرر أنه هو يمشي من نادي الأهلي عشان الفلوس لما تصاب جماهير النادي الأهلي ما شامتتش في الإصابة بتاعته لما خالد الغندور بنته أصيبت بكورونا كل جماهير النادي الأهلي دعت لها دعت لبنت خالد وقالت ربنا نشفيها شيكبالة لما قالوا أنه هو عنده مرض نادر وعنده مشكلة مش عارف فين وعنده فين جماهير النادي الأهلي جابت كل المشاكل اللي عملها شيكبالة والخناقات والحاجات اللي حضراتكم عارفانها على جنب وكانت بتتعيله وتتمناله الشفاء عمر ما واحد من جماهير النادي الأهلي تمنى شئ وحش للعب من نادي الزمالك أو تشفة أو شمتة في أي إصابة اللعب من نادي الزمالك أو من أي نادي آخر ولكن جماهير نادي الزمالك بيشمتوا في إمام عشور وبيقولوا فيه كذا وكذا وكذا والحمد لله طلعت بسيطة كل هذا الأمر ممكن نتقبله ونقول عليهم أنه هم مرضى لكن لما يبقى واحد محامي ومسؤول وكبير وعائل ينزل بسطة طويل عريض ويشمت فيه إمام عشور فهذه طامة كبرى احنا نزلنا البسطة لحضراتكم قبل كده وبنهيده تاني للناس اللي ما شافتوش وتعليق قوي من الشاطر لهذا الشخص اللي المفروض يبقى عنده إدراك أن ده اسمه يعني غباء ومرض لما تتمنى أو تشمت بأسلوب متدني وأسلوب رخيص فهذا يدل على عقليتك وبيدل على سواد قلبك أنا مش هتقول على حضراتكم تعالوا ونطلع ونسمع ونشوف إسلام الشاطر وهو بيوبخ هذا الشخص وبيقول أن المفروض الجهات الرقابية اللي بتشوفي الحاجات دي تحاسب الناس دي الناس دي ما تعديش بأفعالها على الرغم أنه هو مسح البسط بعد هجوم الأهلوية عليه بس هذا لا يعفيه من المسئولية أنه هو يحاسب ويحاسب بعنفه بشدة على هذه الفتنة وهذا التطاول وهذه الشماتة تعالوا ونطلع ونسمع ونشوف إسلام الشاطر الإيه وتعالوا لي مرة أخرى بس ما تنساش أخويا حبيبي الأهلوية تدعمنا بلايك وشاري الفيديو أول مرة تشوفنا ومرة تشوف قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان ما يفتكش أي فيديو بينزل على قناته وقناتكم قناتكم للأهلوية الأهلوية على اليوتيوب هو أذكر حضراتكم أننا ستجد لكم لينك في القناة البديلة أتمنى مع حضراتكم أنتم تشتركوا في القناة البديلة علشان نحن بنزل محتوى هنا مختلف عن المحتوى اللي بنزله هناك تعالوا ونطلع ونسمع ونشوف إسلام الشاطر ونرجع ونكمل كلامنا يلا بينا البداية كانت مع المحامي أحمد عبادة والمرشح لانتخابات نادي الزمالك كتب بوست مفاده الأهل قالت على البوست عمل هاشتاج وكتب استبعاد إيمانه عشور ستة شهور للإصابة وغيابه سنتين اللي بييجي على الزمالك دايما خسران ألف سلامة للعب ورحاته طلوب في أسلوب رخيص ومتدني للشماتة ولما لقي هجوم ضاري من جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي تحديدا فقرر إنه هو يمسح البوست بتاعه ولكن إسلام الشاطر رد بشكله مباشر وقوي على أولاء أشباه الرجال أو الغير يعني الناس اللي ما عنده شرح رياضية ولا عندها نوع من أنواع الاخترام لنفسها في البداية قبل احترام الآخرين نسمع إسلام الشاطر الرد وقال إيه على الزمالكوية إيه اللي عندهم نوع من أنواع الغل والغضاضة من أي شيء أهلاوي حتى لو كان ما كدش بلعب في نادي الزمالك على الرغم من كل جماهير النادي الأهلي وعمرها ما تمنت إصابة لعب في نادي الزمالك أو شمتت في لعب مصاب في نادي الزمالك نسمع قررتنا إيه بحقيت حابد صبت عندما تسأل أين ذهبت شيء من الرجال وأخلاق الكبار الحقيقة سؤالين مهمين جدا إذا كنت تريد أن تسأل هذه الأسئلة في يجب أن تنظر إلى قطاع عريب من السوشال نيدي الغير الأهلوية بالمسبب يعني لما لعب مهم في نادي الزمالك ومتخب مصر وقبل 24 ساعة من معسكر المتخب مصر يتعرّب لإصابة شماتها وتعليقات غريبة وهيون اللائقة الحقيقة يانا الواحد شاف ولكن أنا ما شفتش كده والله العظيم تلاتة ما شفت الرياضة ومنها كرة القدم هي تهديد للنفوس المعشور زي بعي لعب أكيد كان الآن لما تعرّب للإصابة لإمه يعني شايف إن المستوى بيتصاعد وجمول بيتبشي أنا شخصي مش أنا أي حد يتعرّب للإصابة بيظل تصاعد مستوى وإزعلان من نفسه أو إزعلان على نفسه فإمام عشور لما تعرّب للإصابة لإنه كان لسا رجع من الإصابة قدل انضمام للنادي الأقلي وطلع عليها كلام كتير والكسس كتيرة وحوالي كثيرة ولكن الحمد للإله جاد سليمة المراتي جاد سليمة وكادمة بسيطة مع الراحة إن شاء الله يتم جاهز كلام أسبوع أشهر لكن أردي الفعليل غريبة محتاج وقفة حاولك الجماهين أو المناوشات الجماهلية أو الحزار ده عادي ما عندش مشكلة فيه ولكن لما يكون في حدود الأخلاق والإقترام صحاب يحذر مع بعض حتى لو الجماهين الأندامه نفسه بتخذر في مثل هذا الأمر أتقبلها ولكن أتقبلها عندما تكون فيه إطار ان انت بتسأل عليه بتخذر معاه بتحاول تنفع من رؤية المعنوية عشان منتخب مرطة مش عشان النادي الأهل عشان محدش قولي مفيه زمالكاوي ولا استمالكاوي ولا كذا هايقولي لا بكلم على مطاقة مصر لكن هل حضرتكم وامروكو شفتو جمهور بيتمنى أو يشمد في إصابة لعك؟ ياردوكم جمهور بس لو واحد برشح نفسه في أحد الأندية طلع يتكلم على أمام عشور لمجرد أن هو بعدين أصبحت الله الحقيقة يعني ما رأيناه خلال الخمس سنين الأخيرة من صوت عالي أدى إلى أن هناك البعض يحاول أن هو يجرد كده على الوقت من انتصار الحق والاحترام في النهاية الحق والاحترام اللي هو لما واحد يطلع يجتمث تعمل إيه؟ تنظر وتنتظر وتروح للقانون لأننا بلد قانون والقانون يجب لك حق والقانون يجب لك حقك في الآخر مهما كان من انتصار مهما كانت الكلمات فده الأساس يا جماعة عمركم ما تفكروا من الأساس أن قمة الأدب بأساس عمرها ما حتى يحصل هو واحد مرشح نفسه في انتخابات أحد الأهلية وتطلع يعني يتكلم الكلام ما يصحش على المام عشوف أنا بكلمك عن لعب كولة قدم مصري وقبل معسكر لمنتخب مصر مش بكلمك عن لعب كنت أهلي على الله من عمرك متاعي حد من الأهلوية بيعمل كده مع أي فرقة تد بالعكس جماعة الكلام ده محتاج وقفة الكلام ده بجد محتاج وقفة أنا مش بقول كلامه خلاص ما يصحش اللي بيحصل ده ما يصحش لو كان حصل من جمهور الأهلي مع ان انا متأكد الجمهور الأهلي مهمتش كده كنت هطلع أقول يا جماعة ما يصحش ان احنا نعمل كده مع الجماعير مع لاعب هيلعب باسمه متخب مصر في النهاية كابت الحسام حسر لو تقتكه انتقل من الأهلي للزمالك بعد نهاية عقده ولما كان المتخب بساعدها بيلعب وكابت الحسام كان مصاب كان كل جنوب مصر يسأل ويطمن على حسام حسر كابت الحسام حسر هيلعب ولا لا كل جنوب مصر الأهلوية وزي مكتوين مفيش حاجة اسمها الشماتة في مثل هذه المواقع مش عشان تاخد لك صوت ولا صوتين من ناس متعصبين تطلع تتكلم وتشتر في اللعيب هادش او تنتقد او تشمل في اللعيب هادش شكل وتتمنى ان اللعب يتعلقش قدام نديك حلوة المنافسة الشريفة انك تلعب وتكسب بمجهودك وتعرقك انك تدعم فريقك وبس تدعم لعيبتك وبس دي حلوة المنافسة لكن كمان هنبدأ معسك المتخب وفي الإمارات فكل يومي بنشجع المتخب اهلا وقت دا بالكوين والله احمد فتوح لو عمل اوبر عدل و جي من النجوم مش هطلع اقول احمد فتوح دا احسن باكلفة موجود في مصر هطلع اقول هزا الكلات مش هيهمني لون الشات اللي هو لابسه و هزيده لما هي يشوفه و يجيل جون مع المتخب مصر مش هطلع اقول المزيده دا احسن معه في المتخب هطلع اقول هتمنى الناس اللي بيعمل الكلام دا يلابقوا نفسهم شوية خصوصا المسئولين او اللي في موضع المسئولات جمهور ممكن متعدي او مش متعدي برضو ولكن اتمنى انها تبقى بيها حد لان اللاعب دا برضو عنده اهلو عنده باده و عنده عيانه و عنده باباه عنده مامته امش بتكلم على الامام انا بتكلم بشكل عاد يجب ان تكون الاخلاق هي الاساس و بالمناسبة الاخلاق هيجب ان تكون الاساس في كل المنافسات ماه مكان لو تنم يتنفسوا في شكل يجب ان تكون الاخلاق متقودش تضرب في زميلك عشان تيجي مكانه مثلا يعني مش لمجرد ان انت عايز تتلع مكان مش مكانك تقود تضرب في زميلك يا بتكلم في الحياة بقى بشكل عاد لما بدك شجرة القدر اتمنى اتمنى ان مثل هذه الامور تنتهي اتمنى ان احنا نشوف انا متأكد الجمهور الناد الاهلي بيحترن كل الجماهية طبعا مفيش انسان وعي وعي ادراك يقرر ان هو يشمت وزي حضراتكم شايفين الشماتة وموضوع الايوب وموضوع ده لايع فيه من ان هو شامت ما ينفعش ان انت تشمت ده اصابة حتى لو لعب سابك يا سيدي عمر الشماتة ما بتشفي قلب غليل او قلب واحد لونه اسود لانك انت السواد كسيك فشماتة ورشماتة سيخ تماما ان ربنا مجهز لك اللي انت تستحقه والحمد لله الرجل طلع ما عندوش اي حاجة كدمة وهيغيب عشرة ايام او هيغيب 11 يوم او 12 يوم ربنا يرجعوا بالسلامة بس سعيب ان انت تشمت انت وكسرين من الزمالكوية اللي شمته في امام عشور ولكن امام عشور رد ببسط قوي وناري مفاده ان اللي بيتحك دلوقتي هيبكي بعدين اللي شمتان دلوقتي هيترد عليه ببكة وبدموع في الملع لهو للشخص اللي شمت فالراجل بيشتغل على نفسه الراجل عنده نوع من انواع التحدي مع نفسه انه ما يخسرشه مكانه الاساسي في النادي الاهلي لان ما فيش حد او ما فيش لعب في النادي الاهلي بيضمن انه يلعب اساسي اي حد كولر هيديك فرصة اتنين ثلاثة هيلاقيك ان انت اصرت اتصبت حصل اي حاجة هيركنك وهيلعب اللي قابلك او اللي بعدك احنا الدنيا ما بتقفش على لاعب ولكن اللاعب عايز يحفظ مكانه الاساسي علشان منتخب مصره علشان هو عايز يعمل تاريخ في النادي الاهلي ما عملش حاجة في النادي الزمالك هو كان بيقدي وبيلعبه بشكل كويس وكده لكن ما عملش بطولات ما عملش دورة ابطال افريقيا ما راحش كاس عالم للاندية ما اخدش سوبر افريقيا كل دي حاجات المفروض تتحطل في السي في بتاع اي لاعب لما هيجي اعتزل لقولك انا كنت في النادي الفلاني اخدت دورة ابطال افريقيا اخدت سوبر افريقيا روحت شاركت في كاس عالم للاندية اخدت مركز تاني مركز تالت الى اخيره فالراجل بيسعى لكتابة سي في لنفسه وتاريخ لنفسه ويضيف للنادي الاهلي فشماتتكم طلعت على ما فيش يا زملتوية يا حرفيش انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوية تدعمنا بلايك ويشاهد الفيديو اول مرة تشوفني اول مرة فاش خناتي تشترك في القناة وتفعل بزر الجرس وتغطر كل الاشعارات عشان ما يفتكش اي فيديو بينزل على خناتنا وقناتكم وقناتكم للاهلاوية على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معاكم اخوكم هين الشراوي والسلام عليكم